السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك توفيقاً في طريقي وراحة في نفسي وتيسيراً في أمري ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومساس الضر وضيق الصدر اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق ربي إن كان هنالك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي يا أرحم الراحمين اليوم توقعاتنا على يوم السبت خمس وعشرين آذار مارس طبعاً اليوم انتقال المريخ والقمر اليوم موجود في برج الثور طبعاً في زاوية الكبيرة اللي ما بين الشمس وبين المريخ طبعاً آثارها الآن بما إنها زاوية منفصلة ولكن كمتصلة انتهت وفي أحداث أخرى نحكي فيها في الحلقة بما إن القمر موجود في برج الثور والقمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية واثنين وخمسين دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعاً القمر بما إنه موجود في برج الثور معناته من نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع بالبيت أو مثلاً مشاهدة التلفاز بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً ما عنا غير زاوية وحده هي المتشكلة واللي إلها تأثيرات قوية هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وهي طبعاً بدأ تأثيرها من يوم أمس 24 ثلاث ورح تستمر لغاية يوم ستة أربعة طبعاً ذروتها يوم ثلاثين ثلاث الساعة سبعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعطينا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لها بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصاً في أعمالنا ومشاريعنا أما دولياً فهي بدل على نشاط ومردود أكبر في الصناعات الشقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في أمور العلاقة بالبورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فطبعاً في عنا زاوية ذكرناها يوم أمس هي تأثيراتها كانت الساعة 11.50 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني اليوم موعد بث الحلقة ليوم الجمعة من الآن موعد بث الحلقة هي بدأت تأثيراتها ورح تستمر تأثيراتها لغاية تقريباً ساعات الضحى أو ما قبل الظهر من يوم السبت هي زاوية الاقتران الإيجابية اللي بين القمر وبين أورانوس وهي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك وبالدل على استحسان الرأي العام هو الشعب لما يلقاه من حرية في التعبير واحترام الحريات وبشهد هذا اليوم نشاط في حركة القطوط الجوية وزيادة مردودية الصناعات الدقيقة والقطاعات الخاصة أما بالنسبة للحدث اللي ذكرناه وهو حدث مش سهل وما حد يستهين فيه اللي هو الأمر اللي له علاقة بانتقال المريخ طبعا الحلقة موجودة على القناة فيها تفاصيل كاملة ولكن اليوم بما أنه ذروة الانتقال لأنه اليوم رح ينتقل المريخ الساعة 11 و 45 دقيقة من ظهر اليوم السب 25 و 3 رح ينتقل لبرج السرطان ورح يظل في برج السرطان ليوم 21 و 5 أي تمام الساعة 33 و 31 دقيقة عصرا من يوم 21 و 5 طبعا اليوم بما أنه ذروة الانتقال وحكيت أنا في حلقة اللي هي المفصلة أنه هو رح ينتقل لبرج مائي وبما أنه رح ينتقل لبرج مائي معناته ورح يأثر على السوائل بشكل كبير فمن المتقعة خلال هذا اليوم والأيام القادمة اللي هي الخمس أيام القادمة يعني من اليوم للخمس الجاي لأنه هو بيأثر من قبل بخمس أيام وبعد خمس أيام بيعمل توتر في الجو بيزيد أعمال العنف المشاحنات العصبية الأمور اللي زي هيك ولكن الآن انتقاله لبرج مائي فمعناته توقع خلال اليومين القادمات يعني اليوم وبكرة وبعده واللي بعده الأربع أيام أو الخمس أيام القادمة أمور إلها علاقة بالمناخ مزعجة جدا ويمكن بلشت هي لأنه أنا بسجن قبل بأيام الحلقة فممكن إنها بلشت ولكن رح تستمر وفي دول رح يكون فيها أمور مش مريحة بخصوص الأمور المائية فيضنات إعصار طوفان أشياء من هذا القبيل يعني خلافا لذلك برضو رح تزيد المشاحنات والتهديدات والعنف وتوتر وأجواء مشحونة وأمور إلها علاقة بالسياسة طبعا ما بنقدر نشرحها بالتفصيل ولكن اللي بتابعوا الأخبار بيعرفوا هاي الأمور أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة أربعة وثمانتاشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل برضو بتدل على حسن حال المشتغلين بالقطاع البحري أو الصيد أو يعني أو كل الصناعات المرتبطة بالسوائل تحديدا وزيادة في مردودية وتكرار النفط والصيدلة وأمور إلها برضو اهتمام الناس بعقائدهم الدينية والروحانية اللي بتكون عالية جدا خلال هذا اليوم أما بعد هاي زاوية مباشرة فرح يبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ ساعة أربعة وثمانتاشر دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني هو ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد تقريبا بواحد وعربعين دقيقة بتوقيت جرينج فعشان هيك يبدأ خلو المسار من الساعة أربعة وثمانتاشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى بعد منتصف ليل السبت على الأحد يعني لغاية الساعة أربعين دقيقة بعد منتصف الليل يندخل القمر ويستقر في برج الجوزاء هذا بيعني أنه من ساعات العصر من الساعة اللي أنا ذكرتها اللي هي أربعة وثمانتاشر دقيقة بتوقيت جرينج فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية فطبعاً عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية والغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هذولا الأعضاء الأكثر حساسية طبعاً بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ويعتبر هذا اليوم مناسب أيضاً لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار يصلح أيضاً هذا اليوم لإزالة لقص الشعر لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعاً زي حكينا عن خلو المسار أنه قائم أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد أو القمر الهلال عمره أربع أيام في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بصير خمس أيام نسبة الإضاءة بتصير عشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة هي الآن منتحسة بنسبة عشر في المية في ساعة المساء بتصير سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في الثاور حتى يوم ستة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الثاور حتى يوم أحد عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان ورح يظل في برج السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم 17 ست سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30 ست سعيد بنسبة 15% وابلوته في الدلو ورح يظل في الدلو حتى يوم 30 أربعة سعيد بنسبة 15% طبعا بالنسبة لللي بديو يحط اللايكات واللي بديو يحط الكومنتات واللي بديو يسيب عليه واللي بديو يلغي اشتراكه واللي بديو يشترك في القناة يعني مفتوح المجال يعني انتو كرمكم مثل ما بدكو حد اعملوه أي عندكو الكبسات تحت كبسه زي ما بدكو واللي بخاف يتكاهرب طبعا يقول لي أنا يعمب أتكاهرب ما بدي أو اللي بخصمه عليه مصاري يقولولي أنه والله احنا مندفع مصاري فمعلش ما معنا الفترة هاي وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم الخمر موجود في البيت الثاني فعشان هيك اليوم هذا كمان بحمل فرص مالية والفرص هاي ممكن تكون مفاجئة لبعض موليد برج الحمل أو تدخل تحسين على ميزانيتهم ولكن أنا شايف أنه في بسبب حركة المريخ أنه في مصاريف لها علاقة بالبيت عالية جدا أو ممكن تظهر بشكل مفاجئ ما تطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا أهمش أنك ما تضيع الفرص وحاول أنك توظف طاقتك بشكل جيد جدا عشان شوية تحط هيك حد لبعض التساؤلات والالتباسات ولكن بدك تناقش أيضا بهدوء ما في داعي للعصبية لأنه كوكبك اللي قاعد بانتقل يعني برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود عندكم وبكامل طاقته فعشان هيكثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لقطة جديدة ادعى من مركزكم الاجتماعي طبعا الحضوض اليوم قوية والنفسية أحسن والنتائج حاسمة وما بيستطيع أي شخص أنه ينافسك برضو اليوم بترتفع المعنويات بشكل عالي جدا يعني نعتبرها هاي فترة نشطة وواعدة بتطور جيدة للحضوض العالية وأيضا مدعوم ببعض الأمور إلا أن وجود المريخ وانتقال والبيت الثالث لا إلك واللي شوي بيخليك متوتر وعصبي وإلك ردات فعل مش مدروسة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب هذا اليوم ولغاية ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد فعشان هيك هذا اليوم قدر الإمكان بدك تضبط أعصابك هذا اليوم بيتطلب منك عدم المبالغة في مجهودك أو جهدك الجسماني حاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك صحيح أنه بسبب الحركة الإيجابية للقمر بيكون في أنواع من هيك بيكون في الجو نوع من أنواع الهدوء والملل وممكن تراوح أعمالك مكانها وتخيب أمالك لسبب أو لآخر ولكن زي ما حكينا بسبب سعادة القمر ممكن شوي تكون هاي التأثيرات أخف عليكم يا موليد برج الجوزاء فأهم نقطة اليوم برضو أنك ما توقع على عقد ما تحسم أمر امسك إيدك بشكل جيد لأنه فيه مصريف زيادة وهاي فترة فارغة من الطاقة والحظ فحاول أنك ما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم كله له علاقة بالعلاقات الاجتماعية واللقاءات فبتسعدوا من لقاء أصدقائكم وتعاونهم معكم لقاء اجتماعي مناسب معينة حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك وبعودك فممكن اليوم تحصل تأييد لا بأس فيه فبدك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي ولكن انتقال المريخ الليلة رح يجل عندك هذا شوي رح يسبب لك بعض التوتر يا إما عصبية زيادة يا إما نوع من أنواع الاكتئاب أو تحس هيك بأنه طاقتك تتقلل من نسبة لموليد برج الاسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وهذا اليوم بيحمل لك فترة جيدة للتواصل لأي اتفاق ما بينك وبين المسؤولون عنك في العمل وبرضو بيعزز مكانتك وشخصيتك وإمكانك إنجاز بعض الأعمال اللي ممكن أنك تشكر عليها أو تكرم عليها ولكن برضو بسبب انتقال المريخ بيحمل هذا اليوم نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدة فهيعتبر هذا اليوم في بعض التوتر بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص من موليد برج الاسد مش للجميع فممكن يكون في عندك مواجهة أو ارتباط مهم وهذا الشيء اللي بسبب لك نوع من أنواع التوتر فبدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التركيز كله رح يكون على العلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية أو التعامل مع أشخاص خارج البلاد أو تواصل معهم ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتطمئن خواطركم هاي الفترة وممكن ترغبوا بخوط تجربة جديدة فترة تعتبر مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما مثلا أهم شيء أنه حاولوا أنكم ما تنتقدوا أصدقائكم ما توجهوا لهم الاتهامات وما تكونوا عصبيين في التعامل معهم الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر على هاي النقطة ما تعتبوا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيركز على الأموال المشتركة فاليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض أو قرض أو أمور الهلاقة ببنك ميرات سداد ديون ترتيب بعض الفواتير ولكن تنتبهوا لأنه صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهميش أنك ما تغامر بموقعك وخصوصا بالعمل وعلاقاتك مع المسؤولين وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وبرضو قوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فهنا بتكوا تنتبهوا من نقطة أنه أول إشي القمر بيعزز نقطة التواصل أو المصالحة أو التقارب ما بينكم بين شركائكم شركاء العمل أو شركائكم بالعاطفة أو الأحبة ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة جدا فعشان هيك بتكون تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم ممكن تكون الضغوط كثيرة فبدك تحاذر من تأزيم أي خلافات وحاول أن يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم وبرضو أي علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو بالجامعة أو من خلال أكاديمية تعليمية حاول تضبط عصابك إذا أنت بتشتغل في هذا المجال ما في داعي للمشاحنات واللي عنده مقابلة أو عنده امتحان ما يتصرر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة عالية جدا على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم طاقتكم ممتازة جدا ولكن بتكون تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة متلاحق الاتصالات وبتكثر عندك المسؤوليات العائلية والمهانية حاول أنك تنظم وقتك وما تتأخر عن أعمالك وبرضو ممكن تنشغل ببعض المسائل المالية أو تساؤلات حول قدرتك على دفع بعض الفواتير أهم إش أنك ما تشك بنفسك وما تتسرع بالأمور المالية مغامرة مالية مجازفات أو توقيع عقود أو إقراض أموال لأشخاص فممكن أنك ما تستردها نهائيا برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم اليوم ممارسة نشاط فني أو أدبي أو ترفيهي أو لقاء الأحبة أو حتى عاطفي أهم شيء ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي وخصوصا أنه يعني المريخ منطق المقابلكم فممكن اليوم يصير فيه خلاف ما بينك وبين شركائك سواء في العمل أو في العاطفة ومرضو ما تغامر بالأمور المالية أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي مع الأحبة أهم مش أنك تتجنب الانتقادات وتسعى لتلطيف الأجواء وتستعيد صفاء ذهنك وتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية ولكن بمراجعة أهل الإختصاص يعني ما تتسرع أنت لحالك تشوف الموضوع والله أنا شايفه منيح معناته خلص لا صحيح الأجواء بتدعمك حاطفيا وماليا وهوى وإلى ما لنهاية ولكن ما في داعي للمغامرات برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكانكم وتعزيز الروابط العائلية والتقارب العائلي بشكل جيد خلال هذا اليوم وبتقدر اليوم أنك تخصص وقت لا إلهم فعشان هيك تخصص فترة عشان الاهتمام بمتطلبات العالي ولقاءاتهم وأفراحهم أو أتراحهم ولكن بدك تكون مرن الأجواء فيها بعض الضغوطات اللي ممكن تكون على إيشيء له علاقة بارتباط مهم أو مصاريف منزلية أو مصاريف استشفائية ولكن الأهم أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة أو تغيير جو أو تواصل اجتماعي حتى وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتتمتعوا اليوم بقدرة ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنك ما تسكت حاول أنك تتكلم عبر عن آراءك ولكن بدون حدية عشان ما يزعل الطرف الآخر وبدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي لأي إهمال أو تقصير طبعا انتقال المريخ اللي بدون ينتقل للبيت الخامس عندك شوي ممكن يوتر بعض العلاقات العاطفية يعني بعض الأشخاص اللي بيحبهم ممكن يصير خلاف ما بينهم وبين أحبابهم أو حتى ما بينك وبين أبنائكم فانتبهوا من هاي النقطة طبعا ماشي تحت الكبسات هاي اللي تحت بعض يشوفوا فيها العبوا فيها كبسوا عليها سواء شوفوا أي إشي يعني أعملوا لكم حركة هيك يعني قاعدين منتوا خلص رمضان يعني الواحد دي تسلف أشياء دا ما عنده إشي تسلف الكبسات اللي تحت هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر